مجاهدنا كرام أهلا بكم بلغ جديد وهم بشأن الأغنام والمعيز المعدة لعيذ الأطحى بالمغرب قبل ما نبدأ لا تنسوا شدير وجام وتشتركوا في القناة فجائما تصلوا بجديد الأخبار والآن إلى التفاصيل أعضل مكتب الوطني للسلام الصحي للمنتجات الغذائية أونسا ينطلق عملية ترقيم الأغنام والمعيز المعدة لعيذ الأطحى 1445 بمجموح التراب الوطني وذلك تحت رعاية وزارة الفلحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وأفد المكتب في بلاغ بهذا الخصوص أن هذه العملية تتم بالمجانة لفائد جميع المربين والمسمنين بشاركة مع الجمعية الوطنية لمرب الأغنام والمعيز مشانا إلى أنه سيتم ترقيم الأغنام والمعيز المعدة لعيذ الأطحى باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان إلى جانب عبارة عيذ الأطحى حيث يتم تثبتها على إحدى أدنية الأطحى وأبرز أن عملية الترقيم تهدف إلى تمكين المواطن من اقتناء أطحية مرقمة يمكن تتبع مصارها عند ضرورة ولفت المصدر داتو إلى أنه إضافة إلى هذه العملية ومع اقتراب عيذ الأطحى يقوم المكتب بتعزيز عمليات المرقبة والتتبع لعيذ الأطحى وتشمل على الخصوص مرقبة جودة منها شرب الأطحى والأعلى في المشي والأدوية المستعملة في الضاحية ووحدة التسمين إضافة إلى برقبة تنقلات مخالفات الدجاج التي تدم عبر ترخيص مسبق من المصارح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مصارها وذكر أن عملية ترقيم الأغنام والمعز لهد الأطحى 1444-2023 قد أصفرت عن ترقيم حوالي 6 وازل 8 مليون رأس وأشار إلى أن المكتب يصهر عن قرب على تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصارح البيطرية للإقليم لأنثى والأطباء البيطر الخواص بتعاون مع السلطات المحلية